السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم حبابة عاملين ايه? انا النهاردة كنت عندهم حزن. عندها بطاطين بالكيلو بمئة وعشرة. والحفزات دي كانت بالكيلو بخمسين جنيه. بصراحة البطاطين كلها شكلها مغرية. البطاطين كلها خماتها. الخامة اللي بتاعتها حلوة. والواناتها كلها تحفى. دي دفيات. الدفاية كانت المتر بسبعين جنيه. اه شايفين الواناتها. كان عندها كزا شكل على فكرة وكزا رسمة. في العرف الشجرة دوت. وفي المربعات وفي الهيئة الاسلامية. شايفين البطاطين دي الكيلو بمئة وعشرة. شايفين اللون بتاحها والخامة بتاعتها تقيلة. دي باكت تقيلة. كالتعدل خمسون جنيه. يعني الوبرة بتاعتها عالية. انت لو تشتريها من برا. هتشتريها اغلى من كده على فكرة. يعني شايفين البطاطين عاملة ازاي? بصراحة جميلة. والوانات تحفى الاحمر والجنزاري والبرتقاني والبني. اه واللبني. شايفين اللبني دي كانت حلوة. بس دي كانت تقيلة. كانت تعدي. كانت تخشلها في خمسون جنيه. لان لو تمازنت هتطلع تطلع تقيلة. هي والكوحل دي. اه والدفات بقى فيه علوانات مختلفة كتير. وفيه كزا رسمة كان عندها بتهلي اربع رسومات. تقريبا اربع رسومات اه. اربع رسومات اه. كان المتر بسبعين جنيه. كان فيه منه بقى اشكال تانية اه حلوة. او اه كان ممكن تبقى توفى لو انت بتجهز بنتك. عن فكرة ممكن تاخد من ها اتنين. اه تعملهم سرير الاطفال. اه ممكن تاخد السرير الكبير. يعني دي حاجات ترجع لك. بس بصراحة الخمات حلوة. البطاطين تحفى بصراحة. على الاخر الفيديو عشان نكمل بيت الالوانات بعد بعض. حلوة او الكوحلة فبيض دي جميلة. شايفين? ادي الكوحلة اهيت. اه كان فيه من اللبني في اسود والموف والاحمر في رمودي. اه اللبني في فاتح. اه الوانات تكتير والوبرة بطنية حفر تييلة. اه ده كله كان بمئة وعشرة عندهم محسن. وهنحط رقمها في صندوق الوصف اللي يحب تواصل معها واقلوكم العلوان بالزبط. اللي يحب يجي لها تنزلي اه محدة طمو المصريين. تسألي على بنك النصر الاجتماعي. هتخش السوق. اه هتخش الحرار اللي بعد بتاع العصير السبيع. الحرار اللي بعدها هتخش هتلاقها هي في نص في نص الشارع. اه شايفين دي الدفعاتها هي تلمتر بسبعين جنيه. كان فيه منه الرمودي والبني والبترولي. اه والاحمر والنبيتي والازرق واللبني. لون السماوي دوت. والكشمير اه والجنزاري. يعني بصراحة الالوانات بتاعتها دي الاشكال الجديدة اللي لسه طلع. دي الاسلامية اللي في النص فيها خمس الوانات. معروضة هي في العرضة هي المتر من ده بسبعين جنيه. اه شايفين الحاجات اهية قدامكم والخمس بتاعتها الوانات كلها بصراحة حال. هنروح نصورها عند ابو حسن هما الاتنين فرشة واحدة. الاتنين وصد بعض. بس الالوانات البطاطين والحاجات دي مختلفة. يعني فيه اللبني فيه البني فيه بمئة وعشرة. زي ما انتم شايفين كده كيلو بمئة وعشرة. تبقى تانية نبص على الوانات تانية فيه البنبة وفيه الكشمير. اه بصراحة الوانات ها كلها مغرية. يعني انت تحترق تخترق اللي. بس ممكن لو انت بتحب بقى الجددي التغذي تشيري بطنيتين. اه تسيري الاطفال. اه بتجهزي بنتك. اه شايفين دي دفاية من اللي عليها الرسمية تهيئة الاطفال. اه ده اه في بقى اللبن البطنية دي تحفى بصراحة اللي على الاول ديت. بس تقيلة. انا بقى الدفاية ديت اللي عليها رسماتها اه دي كانت بسبعين جنيه. دي اطفال اه هيت. اه عرضها عريضة على فكرة. والخمات بتاعتها حلوة. اه ده كله عندهم محسن. اه هنشوف بقى بطاطين اهي الاسعى الدفاياتها قدامكم. الواناتها كلها اه. دي حيطة الدفايات كده ممكن تجي متر. اه ممكن تعملها حتة الانتريك كده الكنب اه ركنة. كيلو بتمانين جنيه. الدفاتة الكيلو بتمانين جنيه بس الواناتها كلها حلوة. وخماتها كلها تقيل. تمشي معاك بقى تشكلها زي ما انت عاوزة بقى. ممكن عفكرة ممكن تجي سرير متر. يعني ممكن في حتا تفرج سرير متر. والواناتها كلها حلوة. اه دي جميلة. الخمات بتاعتها تقيل عاوز. همانين. هنتفرجوها على البطاطين تاني. اهية الواناتها تفرد لنا كم واحدة كده. الجنزاري في رمادي دي تحفة بصراحة. الكيلو بمئة وعشرة. اه في منه بقى شايفين الرسمة بتاعتها عاملة ازاي? الجنزاري بتاعها لونه حلو. بصراحة الواناتها كلها جميلة. اه في كان في بقى الرمادي الرمادي فاحمر. اه ده كله عندهم محسن وبحسن. الاتنين فرشة واحدة. يعني هما الاتنين وعندين قصت بعض. تفرد لنا واحدة اللي هي النبيتي. اه كان فرد لنا النبيتي والبوني. اه شايفين الرسمات بتاعتها الرسمة بتاعتها عاملة ازاي? تحفة بصراحة. يارب يكون الفيديو عجبكو. لأول مرة شيفي قناتي اشتركي فيها فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اه اللون ده حلو. الفوشة الكروهات ده جميل. والاحمر بتاعها حلو. هتفرد كمان واحدة هي احمر. هي احمر ينبيتي يا مش التصوير مش مبين اللون حلو. لكن هي نبيتي. نبيتي في بيض. اه الواناتها بصراحة كلها حلوة. الوانات كلها حلوة. ممكن تاخد لتنين بقى صوت بعض السريني وبشكله جميل او. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنوا ان شاء الله في الفيديو القادم.